اليوم سوف نرى عبارات مهمة تحتاجها عندما تريد شراء الدواء في الصيدلية سوف نرى كيف يمكنك أن تسأل الصيدلان عن دواء ضد مرض معين وكيفية استخدامه وأشياء أخرى كيف أقول أنا داهبة أو داهب إلى الصيدلية؟ ما الفرق بينهما؟ حرف جر إن هنا بلوس أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا حركة الدهاب تغيير مكان وحرف جر تسو يكون دائما بلوس داتيف إذا قلت إيش غير إن دي أبوتيك فأنا أقصد أنا داخل إلى داخل أصوار الصيدلية بينما إذا استخدمت حرف جر تسو وقلت إيش غير تسو أبوتيك أنا هنا لا أقصد بالضرورة الدخول إلى الصيدلية إلى داخل أصوار الصيدلية أنا أقصد هنا فقط أن داهبة إلى الصيدلية ربما إلى جانبها أو سألتقي شخصا ما هناك الشخص الذي يعمل في الصيدلية يسمى دي أبوتيكا دي أبوتيكا يعني صيدلاني أو دي أبوتيكغين دي أبوتيكغين يعني صيدلانية لنقوم بوصف هذه الصورة قليلا ماذا ترون في الصورة؟ أنا أرى في الصورة شخصين أين يتواجدان؟ يتواجدان في صيدلية Auf dem Bild sehe ich zwei Personen die in einer Apotheكة sind Die Frau in der Mitte ist Apothekerin Der Mann links ist ein Kunde يعني الإمرأة في الوسط in der Mitte في الوسط تكون صيدلانية والرجل يسارا يكون زبون ein Kunde der Kunde زبون Die Apothekerin hat lange braunhaare und trägt einen weißen kittel يعني الصيدلاني عندها شعر طويل بني وترتدي trägt ترتدي وزرا بيضاء Der Kunde trägt einen roten Pullover eine graue Hose und blaue Schuhe الزبون يرتدي كنزا حمراء لونها أحمر سيروال رمادي وحيدا أزرق Im Hintergrund gibt es غيجال mit medikamenten في الخلفية توجد رفوف بها أدوية Die regale رفوف Für Der Apothekerin gibt es einen Taker يعني أمام الصيدلانية يوجد counter Auf Der Taker gibt es einen computer und eine glass ab train Noe بمعنى على counter يوجد جهاز computer و حاجز زجاج هناك نوعين من الأدوية الأدوية التي تعطى بوصفة طبية والأدوية التي تعطى بدون وصفة طبية مثلا تذهب إلى الصيدلاني وتقول Ich habe magenschmerzen يعني عندي آلام المعدة يسألك Haben Sie ein Rezept? هل عندك وصفة طبية? Haben Sie ein Rezept? إذا لم تكن عندك تقول Nein Ich habe kein Rezept لا ليست عندي وصفة طبية Rezept frei يعني بدون وصفة طبية يعني يوصف أو يعطى بدون وصفة طبية Rezept frei Haben Sie Rezept frei Medikament هل عند حضرتك أدوية بدون وصفة طبية تعطى بدون وصفة طبية Verschreibungs pflichtisch يعني دواء يعطى فقط بوصفة طبية مثلا تسأله عن دواء معين يقول لك This medicament ist verschreibungs pflichtisch هذا الدواء هل تأخذ حضرتك أدوية أخرى لتجنب تفاعلها مع الدواء الذي سوف يعطيك هناك عدة أشكال للأدوية فنجد Die Tabletten وهي الأقراص Die Tabletten Die Trapfen وهي القطرات Die Trapfen Die Zalbe وهو المرهم Die Zalbe Der Zafd الشراب Der Zafd Die Capsulen يعني كابسولات Die Capsulen الأقراص نجد فيها عدة أنواع Die Browse Tabletten الأقراص الفوارة Die Browse Tabletten Die Cow Tabletten يعني الأقراص التي تمضغ يتم مضغها Die Cow Tabletten Cow أو أتي من الفعل Cowen يعني مضغ Cowen Die Lutte Tabletten يعني الأقراص التي يتم مصها في الفم Lutte أتي من الفعل Lutchen يعني مصة Die Lutte Tabletten القطرات نجد منها عدة أنواع منها Die Oren Tropfen يعني قطرات الأدن Die Oren Tropfen Die Augen Tropfen قطرات العين Die Augen Tropfen Die Nasen Tropfen قطرات الأنf Die Nasen Tropfen الآن تريد أن تقول للصيدلاني أنا أحتاج شيء ما ضد مرض ما مثلا الصداع Ich brauche etwas gegen أنا أحتاج لشيء ما ضد مثلا Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen أنا أحتاج شيء ما ضد صداع الرأس Ich brauche etwas gegen husten أنا أحتاج شيء ما ضد السعال Ich brauche etwas gegen Schnupfen أنا أحتاج شيء ما ضد سألان الأنf Ich brauche etwas gegen Insegten stiche يعني أنا أحتاج شيء ما ضد لسعات الحشرات Ich brauche etwas gegen Bauch schmerzen يعني أنا أحتاج شيء ما ضد ضد قرحة المعدة. هل عند حضرتك شيء ما ضد نزلت برد? دي أركلت. هل عند حضرتك شيء ما ضد حروق الشنس? هل عند حضرتك شيء ما ضد وجع الاسنان? الان تريد ان تسأله عن استخدام دواء ما. هل يمكنك ان تشرح لي الاستخدام او الاستعمال? هو الاستخدام او الاستعمال. يعني شرحة. فعل بلوس ضاتيف و بلوس اكوزاتيف. ماذا يعني هذا? باختصار الشخص يكون في الضاتيف. والشيء الاخر يكون في اكوزاتيف. هل يمكنك حضرتك ان تشرح لي الاستخدام? والان نريد ان نسأل عن المدة التي يجب علينا ان نأخذ الدواء. كم المدة التي يجب علي اخذ هذا الدواء? عندما يجيبك الصيدراني على المدة التي ينبغي عليك اخذ الدواء يمكن ان يقول لك مثلا نامن زي ديزز ميديكامنت في ثم المدة ثم اين لان الفعل اين نامن فعل منفصل. يعني قم باخذ حضرتك هذا الدواء لمدة معينة في من بين استخداماتها للتعبير عن المدة حرف جرح بلوس اكوزاتيف نامن زي ديزز ميديكامنت في ثم اين. قم باخذ هذا الدواء حضرتك لمدة اسبوعين. نامن زي ديزز ميديكامنت في زيبن تاجين. قم باخذ هذا الدواء حضرتك لمدة سبعة ايام. نامن زي ديزز ميديكامنت في اين مونات اين. يعني قم باخذ هذا الدواء حضرتك لمدة شهر. والان اذا اردت ان تسأل عن كيفية اخذ الدواء تقول لكي تسأل عن الكيفية. يمكن للصيدلان أن يجيبك على هذا السؤال ويقول لك مثلا نامن زي از شهر جرح طول انا هو يطولي الجهر طول او نامن زي اینو طول مقابلت عن قم بأخذ حضرتك قرص صباحاً وقرص مساءاً. قم بأخذ الأقراص حضرتك بعد الأكل. حرف جرناخ يكون دائماً بلس داتيف. قم بأخذ الأقراص حضرتك قبل الأكل. قم بأخذ الأقراص حضرتك قبل الأكل. قم بأخذ دواء حضرتك على معدة فارغة. اف نشتانن ماغن على معدة فارغة نمنزي دي تابلت ميت اينم غلاس فاسا اين يعني قم باخد القرس حضرتك مع كأس ماء الان تسألوا الصيدلاني عن كم مرة يجب عليك او ينبغي عليك اخت دواء يعني مرتين مرة واحدة في اليوم الى اخره كم مرة يجب عليك ان اخذ هذا الدواء نمنزي اس اينمال تاكليش اين قم باخد الدواء اس تعود على الدواء مرة واحدة يوميا نمنزي اس تاكليش اين يعني قم باخد دواء يوميا او نمنزي اس او نمنزي اس تاكليش اين قم باخد دواء تلات مرات يوميا لنرى الان بعض الامثلة لاشياء يمكن ان نشتريها من الصيدلية اش موشت تسانباستا بيتة انا اودو معجون اسنان من فضلك اش براوخ اين بفلاستا يعني انا احتاج الى لاسق طيبي داس بفلاستا هابن سي كوفشميرتز تابلتن هل عند حضرتك اقراص ودار رأس اش موشت اين ان فر باند بيتة يعني انا اودو دوما دام من فضلك اش براوخ ازنفكتزيون سمتل يعني انا احتاج الى معاقم داس دسنفكتزيون سمتل بمعنى انا احتاج الى دواء او شراب سعال من اجلي سعالي اش براوخ اين ناسنسبخي فور مين فرشتبفت ناس انا احتاج الى بخاخ انفي من اجلي انسداد الانف اش موشت اين شمعتز متل بيتة يعني انا اودو مسكن الام من فضلك